يعني احنا سعاداء بحضرتك وموضوع حلو جدا وفكرة جديدة ان هي تطرح برضو التركيز على البطلات الرياضيات للمصريات دي حاجة يمكن مؤخرا بقت حتى الدولة مركزة معها بشكل كبير جدا وغيرت ثقافة المجتمع فعلا خليني اروح مع حضرتك بس نعرف الكواليس بسعة البداية فكرة أصلا عرض الدور عليك يعني شفت الموضوع ازاي طيب خلينا اقولي الاول ان انا ماما مبارح ويبتقولي انت رايح فين بكرة صحيح نروح البيت عشان انا اهلاوي متعصق جدا فانا انا فرحان موجود في قناة النادي الاهلي واي اهلاوي هيبقى شايف ان قناة النادي الاهلي هي بيتو وفرحان موجود مع حضرتكو طبعا في برنامج جميل دوت اللي احنا كلاما متابعينه طيب بداياتا الدور جالي ازاي انا بعد قصة ويبقى الاسر اللي كان مشارك فيها استاذ كريم اللي عدى فيها عدين فيها كنت تعانت مع استاذ احمد يسري قابليها في المس موريتسا وفي عقل اثر فالحمد الله سبت اثر كويس كده في المسلسل فكان كلمني على شخصية غير دكتور ريح يخلص انا كنت اقدم شخصية كابتن طلبة مدرب صمر وابتديت احضر فعلا للشخصية وجاهز للشخصية لغاية قبل التصوير بـ 48 ساعة ويمكن استاذ كريم عشان معانا في الجزئية دي في الفن فبيبقى فاهم الحاجات انه ممكن يحصل تطورات وتغيرات على الهواء وكان دا كله فجالي الدور مفاجأة طبعا كنتش نسم حتى ما كنتش اي حاجة بس الحمد لله حاولت ان انا اجمع نفسي كده انه من الابطال الرئيسيين في العمل فالحمد لله انها جت سليم يعني جهزت نفسك لدور وقبلها بـ 48 ساعة دور تاني خالص لوحت لدور تاني خالص هذه بعض دربات قدرية بس حلو ان هي زبطت يعني الشخصية حلوة جدا ثرية جدا غنية جدا وتشافت والناس كلها حبتها وتعلقت بيها وارجعت اليها برضو جزء كبير او جانب من الفضل على فكرة وانعكاسات اللي هو عمله معها على اللي هي حققته كمان من انجازات اولا بس عايز يعني اتوقف اللحظات عشان اوجه تحية لأستاذ احمد يوسري المخرج الجميل واللي كنت لسه حتى انا وانت بندردش قبل هو اقول ان هو فعلا شخصية محترمة جدا وفنان قوي وحساس قوي وعينه حلوة وكادراته حلوة وإضاءاته حلوة فكل التحية ليك لو كنت بتتبعنا صباح الفل عليك نرجع بقى لهذا العمل واللي ما شفناش زيه قبل كده يعني فكرة ان انت تجسد بطولات لأبطال سواء اولمبييين باراليمبييين الفكرة نفسها ما حصرتش حتى دراميا كتير كنا من دردش انا وانه واند في اول الحلقة قلنا مثلا حصلت كذا مرة على استحياء منهم مثلا النمر الاسود لكن دراميا ده ما تحققش كتير فهل ده كان من ضمن عناصر الجذب بالنسبة لك للمشاركة في العمل؟ انا من اول ما اسمعت القصة من استاذ احمد يوسري انا تشجعت جدا انا حسيت ان الموضوع دوت ما هو شرعي موضوع تاني احنا ممكن نقدمه في مشهد في الحلقة الاخيرة كنت انا ودكتور ايمان الشيوي الفنان الجميل دكتور ايمان الشيوي بيقول على لسانه او على لسان الشخصية ان الدولة شايفة ان دي النمازج اللي لازم الناس تشوفها هي دي النمازج اللي ينفع يبقوا القدوة ما احترام الكامل اللي عدت الكورة والفنانين او كم ده كله بس احنا لما قربنا من البنات دول يعني سامر حمزة كانت موجودة معنا طول ايام التصوير سامر جميلة وبنت كانت معنا استضفنا قبل كده شخصية جميلة حتى يعني عادنا نقول لها فكرة ان تقبل المجتمع والمصارعة وبتاع لا 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 فيش كلام ده التقافة دي تغيرت البنت صارعت وعملت مجهود عشان توصل لدوت فكان لازم الناس تشوف ده لازم الناس تشوف ان فيه بنات تقدر تنجح تقدر تقدم مجهود كويس وتاخد ميداليات في العاب فردية علعاب قتلية كمان فانا شايف ان انا نفسي بنتي بعد ما تفرجت على المسلسل قلت لي بابا وانا مش هرجع باخد تدريبات الكاراتيتي ما هو ده بقى الانعكاس الفن والرياضة واللي احنا انا وكريمكم متتكلم عنه في بداية الحلقة لازم يكون فيه يعني امباكت حلو او اوتكم حلو من الحاجة اللي احنا بنشوفها او بتعرض في الفن كمان الميكس ما بين الرياضة والفن شوفها قد ايه يعني ده كده بنت حضرتك شوف كام واحدة تانية ممكن فعلا موضوع يأثر حاجة لأ حاجة محترمة اكيد جدا بس كان ليك بقى لقاءات مع الشخصيات الحقيقية طبعا يعني اه خلينا نعرف طيب اول اول صدام كان بيني وبين شخصيات حقيقية هو الشخصيات اللي انا بعملها اصلا ايه طبعا وانتوا استضافتوا دكتور حسن هو مؤلف العمل وهو دكتور يحيا الحقيقي وهو يحيا هو ما سماش الشخصيات باسمه تيمونا بابنه يحيا حسن بطل مصر في تايكوندو اللي كل الناس متنبئة له انه هيكون من الابطال الاولمبيين من فترة اللي جاية ولد محترم جدا متفوق في دراسته وولده كمان مجتهد معاه قوي في موضوع تايكوندو فده كان اول الشخصيات قابلت شخصية عزيز اللي قدمها الفنان ايمن شيوي صاحب شركة روابط اللي هم الرعاية اللي معانا في المسلسل قابلت كابتن طلب الحقيقي السمر هداية كان كولز ما تقابلناش كتير في ريال كانت مع هندة عبدالحليم معظم الوقت في تصوير مشاق بتاعتها فبقى مانا هم كمان قدمونا دعم جامد جدا بالمناسبة الفنانات اللي لعبوا دور الشخصيات الحقيقية أصوم جايمين يعني يعملوا دور عادي ده دور برضو ايه حنشوف من خلاله أمارة لكونهم بطلات وخصوصا في الرياضات القتالية يعني تم تجهزهم ازاي ازاي الصناعة العمل اتعاملوا مع فنانات بعيدات عن الرياضة أو عن النوع ده تحديدا من الرياضة ومطلوب منهم يجسدوا شخصيات بطلات في الرياضة يمكن كان هالة شوية لقدمت شخصية سامر حمزة هالة من الوقت اللي بيحب الرياضة وبيحب الجام وكام ده كله بتمرس الرياضة بشكل كويس فده سهل عليها شوية اوكي انما احنا كان يوم سارة عبد الرحمن اللي قدمت دور هداية او هند عبد حليم اللي قدمت دور في الرياض مقسوم لعشرين ساعة تقريبا تصوير في اليوم عشان احنا بنعرض والاربع ساعات احنا بتتدرب احنا ما كناش بننام تقريبا الدكتور بيميد ايده ازاي بيعالج ازاي بيتكلم ازاي بيتصرف ازاي مش دكتور طبيعي هو دكتور متخصص في نوعه معين فكان لازم نحن نقدم المحتوى بشكل جيد وبشكل صحيح لان احنا كنا متأكدين ان 90% من الرياضيين او المتمين بالالعب دول الالعب ديت هيبقى متابع للعب فما كناش عاوزين يقول لا ده بيتصرف غلط او البنت دي رفعت رجلها غلط او اللعبة دي كان غلط والحمد لله ان ربنا انقذنا من هذه المشكلة حلو جدا استكمالا السؤال الكريم برضو الشق الاخر مش فكرة بس الاستعدادات لأ فكرة هنا الكواليس اللي احنا ما نعرفها احنا شفنا بطلات في الاخر وها جابوا موديليات وجوم بس بقى الرحلة اللي فيها ابس ان داونز وتحدي وغيره فدي بقى اللي احنا كنا عايزين برضو نسمحها من حضرتك بحكمة عايشك معاهم كابطال حقيقين او حاتف المسالسة كل حرفة كتب يمثل من عاشر لعشر في المية من الاحداث الحقيقية لان احنا ما بنيجي نعمل دراما ما بنقدرش نسرد الواقع بكل تفاصيله يعني تفاصيله كتيرة جدا يعني انا مثلا لما جي الجزء بتاع فكرة ان هداية لازم تغير الميزان بتاعها من 57 ل67 بعد ريو فسألت دكتور حسن انت ليه كنت مصمم ان هداية تطلع ل67 قال لي عشان وهي بتخسس اوكي فبتفقد الدهون اللي في جسمها فبيحصل لها حاجة اسمها شاشة اعظم هي شاشة اعظم البنت كان عضمها فعليا بيتكسر هداية فعليا عشان هي كانت متخيانة مش هتقدر تكسب جرفة 57 ده تحدي تاني هداية ملاك دي بطل عظيمة وحققت في بطل عظيمة وحققت في 67 كمان وكان تحدي رهيب الليولة برضو شركة روابط والاتحاد المصري لتايكوندو ومش عاوزين نقول اسماء ارجوك يعني ارجوك ما توش اللي لو حيبقوا معانا سبونسر يا ريت اوكي الليولة الناس ديت ان هم دفعوا فلوس كواس جدا معسكرات برا مش معسكرات هداية قعدت ثلاث سنين برا في سربيا مع منتخب قوي جدا كأنها عضو في المنتخب دوت بتتدرب بتلعب وهو دوت اللي خلها في الاخر انها زي ما جابت ميداليا في 57 جابت ميداليا في 67 وده كان صعب جدا وايه سحلة دوت بقى موقف كتير في ريال لولا الاهتمام المؤسسة العسكرية في ريال الكراتيد ما كانش موجود في الأولمبيات لا يعني حاجات كتيرة جدا نتعرف أكتر على حضرتك شخصية يعني خلفية كده بسيطة وبداياتك الفنية ايه مصرح انا طول عمرك كنت بحب المسرح وما كنتش بركز خلص فكرة الميديا أو السينما أو التلفزيون أو كم ده كله بغاية ما جي صديق لي انا بعتبره العراب بتاعي مساعد مخرج اسمه مومن حجازي اسم موجود في السوق اسم محترم يعني قال لي سامير لا انت لازم تمثل في التلفزيون طب اعملها ازاي قال لي خلاص ماكش دعوة رشحني لأستاذ خيري بشارة في فيلم في مسلسل الطفان روحت عملت حلقتين فلاقيت أستاذ خيري قال لي انت شاطر فانت ماك كويس ده أستاذ خيري بشارة ده خبر جميل ده أستاذ خيري بشارة يعني فهه موضوع كويس وتوالت لغاية معرفني على المخرج الجميل صديقي الشخصي أستاذ تامر حمزة ومن هنا بقى ابتدت مع أستاذ تامر القب الروحي القدع إلي مساحات ابتدت تكبر تكبر وقايت ما تعرفت أستاذ يوسري ابتدت مع الرحلة برضو وماشي